السلام وعليكم الدراري. قبل انتهاء المركاتو الشتوي. بحيش غدي سليم ع 12 الليل. الباير ميونخ دخلت على الخط دكشي بالدليل. بحيش عديل من الصحف نقل لشت الخبر اليوم على بعد ساعات قليلة من انتهاء الفترة انتقال للشتوية. بحيش حسب موقع فيتشاقات الاسباني. وعديل من الصحف الاخرى كما كنتشوفوا. قالت بلي باير ميونخ تحرك متأخر الحصول لخدمات حاكم زياش على سبيل اعارة من تشيلسي. وقالوا بلي لعب ايكسر دام السابق ظهر بصورة جيدة مؤخرا. بحيش تلعب 24 للمات هذا الموسم ده. بجميع الباطولات. وسجل فاسد الاهداف. وصنع عربعة الاهداف يعني سان بحول عصرة اهداف 24 للمات. وقالوا بلي العملاق. والباير ميونخ ضمن المهتمين بخدمات زياش وفق التقارير اسبانية. رغبة منه في تدعيم صفوفه خلال النصف التاني من الموسم الجاري. وكرغب العملاق الالماني في ضمن اللاعب على سبيل الاعارة مع خيار الشراء. بحيش انهم خاصوا ملاعب اللي عطيتهم لتحاسيمة خاصة طولية. ليفون يعني ليفوندوفسكي محتاج لعب حل زياش صراحة. وبالتالي القضية بقى محسومة وبقى ساعة قليلة. ويسالي مركاتوش اتوي. وبالتالي ليش فيشو له فيديو موارة 12 سليل ومطر اوالو. تحجمها رسمية. لكن غالبا الهتمام هذا. ما غاديش تكمل بحيش انت اخر. حاليا ولا دمن خطط ديالو حاكم زياش. وايضا على ما سمعتنا قريب ما نمشي تلسي. يعني القضية مخلطة ديالب الصاف حيشان تلعب كجناح. وبالتالي القضية غادي تكسر على مستوى الهجوم دل تشالسي اللي فيه بزاة اللاعبين اللي عارفينهم. ماسل مونت كايافرز فيرنر اوضوي. بولي سيت ولا جا دان بيلي. وزياش يعني القديمة. عرفناش فين غاة توصل. لكن الساعات القديمة غا تكون حاسمة لما جا دان بيلي لتشالسي مزيانة. لكن دخل ولا غادي حسن الامر ديالو في قادم المباريات حتى للصيف. لكن حاليا ما كانتها حاجة رسمية. اشبه لكم واش مزيانة مش الباير او اللي بقى في تشالسي. شا الله اللي يفرزكم.